يمكن قبل النهاردة قبل القرعة كان فيه تنافسية على مستوى حرص المرمى على مستوى الخط الوسط على مستوى النجوم يمكن كان تنافس ما بين أفضل اللاعبين كان جورجينيو كان كانتيو كان دي بروين النهاردة أعلن طبعا فوز جورجينيو كأفضل لاعب في الشمزيل أو في أوروبا عن العام الماضي شفت الاختيار ده ازاي كان بالنسبة لك واقعي جدا جورجينيو بعد الأداء القوي مع تشيلسي وأداءه القوي جدا مع المتخب إيطاليا شايف هذا الاختيار ازاي؟ طبعا هو اختيار يعني نقدر نقول انه محسوم معروف معظم الناس والخبراء وكل متابعين من كرة القدم كانوا شايفين انه هو الأقرب للفوز بهذا اللقب لهذا العام جورجينيو ظهر بشكل متميز طبعا زي ما حدثك قلت مع المنتخب الإيطالي وتحقيق اليورو لقب اليورو لهذا العام مع تشيلسي مع تحقيق الشامبيونس ليج مع توماس تخل أيضا السوبر الأوروبي قبل بداية الموسم الظهور رائع وقوي جورجينيو يستحبك بكل تأكيد التتويق بالألقاب والألقاب البطولاتة كابتن هاني هو عامل مساعد هامل مساعد بشكل كبير جدا لتحقيق ألقاب فردية يعني احنا لو بصنا ورجعنا شوال وراء هلاقي لعبين كتار جدا عملوا أرقام فردية في الموسم الأخير سكورز وريكوردس عالية جدا شفنا روبرت ليفندوفسكي شفنا هاركين حتى في الموسم الأخير في البرايمير ليج لعبين كثيرين ولكن جورجينيو حقق اللقب البطولة طبعا بتغفر يا محمد بتاخذ بشكل كبير صحيح يعني حاصل على الشاملز ليك حاصل على كمان بطولة كبيرة جدا بتتكلم على الييرو 2020 وأداء أكتر من رؤية طب نيجي على مستوى الإدارة الفنية برضو كان فيه مدربين بصراحة مدربين كبار جدا كان طوخل موجود كان طبعا جارديولا كان موجود وبنتكلم يعني على اتنين من المدربين والكبار وكان كمان أنشلوتي لا أعتقد منشيني منشيني مدير الفني لمنتخب الإيطالي النهاردة أعلن أن طوخل هو أفضل مدرب في أوروبا للعام الماضي يستحق طبعا طوخل عمل تحول كبير مع تشيلسي وعشان ندي برضو طوخل حقه قبل كده مع الباريس سينجرما عمل طبعا تطور كبير مع الفريق ووصل للنهايات وحقق لقب المحلي ميسيك تشيلسي عمل معه تحول كبير جدا كان تشيلسي في بداية البرايمير ليج الموسم الماضي كان يعني ما فيش استقرار يعني جه توماس طوخل بالفكر الألماني غير الفكر تماما فرض فلسفته انتقل بتشيلسي إلى الطوب فور بعد كده نافس على الشامبينس ليج فاز على المان سيتي البطل البرايمير ليج العام الماضي 1-0 في النهاية الشامبينس ليج فاز بالسوبر الأوروبي بعد البداية قوية في البرايمير ليج هذا العام أهداف إحرازات أنا أعتقد أن توماس طوخل سوف يحقق المزيد والمزيد والمزيد أنا أتفق معاك أن طوخل كان عامل طفرة سريعة جدا جدا في أداء شيلسي نفتكر شيلسي كان يمكن كان بعيد تماما حتى على مستوى كان يتمنى بس الوصول للمركز الرابع عشان يشارك في التشامبز ليج دلوقتي بيفوز بالتشامبز ليج بيفوز بالسوبر الأوروبي كمان بعد استقدام لوكاكو بعض الانتدابات أعتقد شيلسي من أقوى الفرق في أوروبا وفي العالم في الوقت الحالي بقيادة طوخل طيب على مستوى الدفاع تم اختيار طبعا دياز طبعا دياز لاعب المان سيتي كأفضل مدافع في فرط أوروبا عن العام الماضي برضو أخذ رأيك في دياز وانتقله كمان وأداءه الرائع مع المان سيتي طبعا هو دياز بلا شك عمل موسم رائع الموسم الماضي وبرضه ظهر بشكل كبير جدا كان فيه كلينشيت بشكل حصل تقرر الموسم الماضي وبرضه في الشامبينز ليج ساعد فريقه مع بيب جارديولا مان سيتي في المحافظة على التقدم ودايما المكاسب دياز يستحق بكل جدارة فيه طبعا منافسة كبيرة في نفس المركز من اللاعبين كاثرين ظهروا بشكل ممتاز رائع الموسم الماضي ولكن هو دياز هو الأفضل من وجهة نظر على مستوى الدفاع دياز هو الأفضل وانتطفق معك تماما على مستوى خط النص وطبعا المكينة الفرنسية الانجليزية من خلال تشيلسي لعب كانتي طبعا لعب لغوا مرة عليه ويمكن ليه أدوار خاصة وأدوار معينة مش الكورة الجمالية لكن الأكتف فوتبول بتتكلم على ريت هارت عالي جدا بتتكلم على استخلاص الكورة بدون فاول بتتكلم على فوزيشن أكتر من رائع من ناحية الدفاعية وكمان من ناحية اللجمية برضو عارف رأيك في اختيار كانتيكا أفضل لاعب وسط للموسم اللي فات في أوروبا تمام بالنفس زي ما حضرتك قلت بالضبط يعني بضيف لحضرتك في كلامك على كانتي هو سوء الحظ مع المنتخب الفرنسي في اليورو كان هيظهر بشكل أكبر قد ينافس جورجينيو أيضا في الحصول على أفضل لاعب ولكن العدم تحقيق اللقب اليورو مع الفريق الفرنسي ويعني الإخفاق والمغادرة في الأدوار الأولية فقا ما ساعدتش كانت بشكل كبير ولكن مستوى مع تشيلسي مع تحقيق الشامبينس ليج والسوبر الأوروبي والظهور بالشكل الرائع دوت أحسن الأرقام في الالتحامات في استخلاص الكورة في اللعب النظيف زي ما بيقولوا ما فيش فولات كتيرة لاعب قوي جدا في خط الدفاع وخط الوسط يقدر تستخدمه ويقدر يعتمد عليه توماس تخل في أكثر من مركز ليس فقط في الدفاع يقدر أنه يعتمد عليه مرونة تكتيكية عالية جدا 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 طبعا يستحق ويستحق عن قدرة من أفضل مش في أوروبا بس لكن في على مستوى العالم حراسة المرمى دايما بتبقى محيرة لحد كبير في حراسة على مستوى عالي جدا في أوروبا بنتكلم على كورتوا بنتكلم على أليسون بنتكلم على ميندي حارس مارمى تشيلسي الكاميروني وأخيرا يفوز بها ميندي طبعا حارس مارمى تشيلسي اللي كمان في رأيي أنه هو تالنت غير عاجي بنتكلم على كورتوا بنتكلم على أليسون بنتكلم على نوير بنتكلم على حراس كبيرة لكن اعتقاد الشخصي ما قدمه للموسم اللي فات كان مستوى أكثر من رائع ساعة تشيلسي في الحصول على الشمزيك بشكل كبير صحيح هو ميندي لعب صغير في السن أعتقد 21 عام موليد 1991 أو 1992 لعب لأد أمامه مستقبل كبير هو تضم طبعا لتشيلسي لسه في سبتمبر 2020 يعني هو ملحقش أنه هو يعني يحضر بطولات ومشوار كبير مع تشيلسي ولكن في الفترة الصغيرة الماضية ظهر بشكل كوي جدا ساعة تشيلسي في تحقيق الألقاب الأخيرة يعني أنا متفق مع حضرتك تماما مندي هو الأفضل على محيط أو إطار الشاب يمسليج والفترة الأخيرة صحيح يمكن كنا معاك محمد يمكن في الحلقات السابقة تكلمنا كنا دائما نتكلم على الدوري الألماني وبنتكلم بصفة خاصة على دورتموند واستقطاب دورتموند لبعض اللعيبة بمبالغ صغيرة واللعيبة دول بيبقوا نجوم في خلال سنتين أو ثلاثة وبيتبعوا بمبالغ كبيرة جدا جدا على المستوى التسويقي ناجح جدا دورتموند على مستوى الفني كمان ناجح جدا نتكلم على لعب بقدر هالند هالند النهاردة بيفوز بأحسن مهاجم في أوروبا للموسم اللي فات متقطيع النجوم كبيرة جدا جدا لكن عايزة أتوقف معك على هالند وما يقدمه مع دورتموند خلال الموسم اللي فات وأهله أن يكون أفضل مهاجم في أوروبا للموسم الماضي صحيح هالند هو هداف بالمناسبة هو هداف للشاب يمسليج الأخيرة أحرز عشرة أهداف هالند حقق رقم كياسي في فترة صغيرة جدا وسنه الصغير يعني وصل عشرين عام هذا العام هالند وصل لعشرين هدف عشرين هدف في تاريخ الشاب يمسليج بدأ يتساوى مع إمبابيه من الهدفين التاريخين أيضا في الفترة الأخيرة للشاب يمسليج العام الماضي زي ما قلنا هو عشر أهداف هو الهداف الشاب يمسليج وبالتالي تم اختياره هو أفضل مهاجم أو أفضل هداف في البطولة اختيار موفق جدا جدا طبعا هالند في الفترة الحالية هو يعني حديث الساعة صحيح يعني الكل يتحدث على هالند قد يحقق أعلى نسبة انتقال في الممكن في المركاتو الصيف دوت أو الصيف أو المركاتو القادم الشتوي هالند يمتلك قدرات خاصة قدرات رائعة ظهر في الدور الألماني برضو بشكل رائع شكل قوي أرقامه بتتكلم عنه في سن صغير بالشكل ده لسه هيتطور كمان محمد انت بتتكلم في لعاب عنده عشرين سنة وعنده تطور بشكل أكثر من رأي خلال السنتين الفاتوا سرعة وقوة وتهديف على مستوى كمان الأسست بيعمل أسست شوفنا في يمكن الجولتين الأخيرتين من الدور الألماني يعني بعمل ثلاث أسست وأحرص هدفين فهالند أعتقد قوة ضربة هتكون زي ما انت بتقول خلال يمكن الموسم اللي جاي والبعديه مقارنة هنبقى ما بين هالند ومبابي على مستوى الانتقالات الصيفية لكن خلينا نتكلم في جايزة كانت مهمة جدا ويمكن جايزة كل الناس لما بدأوا يقولوا الجايزة دي رحل مين الناس كلها وقفت وبدأوا يسقفوا الطاقم الطبي اللي أنقذ طبعا حياة اللاعب الدنماركي كريستان إيريكسن في 2020 وده خلينا نتكلم بنتكلم على بطولات وأرقام ولعبة ولكن يبقى ما وراء الكاميرات والمجهود الرائع اللي قام به هذا الجهاز الطبي لإنقاذ حياة لاعب في أرض الملعب أعتقد شيء يستحق الاحترام بشكل كبير جدا بكل تأكيد يعني عملوا شيء مختلف إنقاذ روح إنقاذ لاعب أنا أعتقد أن الفترات الجاية الفيفا وكل الاتحادات ستلعب بدور كبير على تطوير الأجهزة الطبية الموجودة في الملعب عشان يوصلوا لأعلى مستوى أتمنى أن يكون الجهاز الطبي أنقذ أريكسون في اليورو الأخير يعني هو يقوم بالمبادرة بتدريب الفرق الطبية الأخرى على مستوى العالم من خلال طبعا كورسات أو من خلال مراكز تدريبية من خلال الفيفا في الفترات القادمة لأن ده شيء مهم جدا رأينا الرأيشن السريع رد الفعل السريع والتعامل مع الحالة بشكل سريع جدا ما احتجناش أن احنا يعني ينتقل إلى المستشفى إلا بعد ما تم إنقاذ حياته في أرضية المجد